نجري معي الآن في الستوديو زميلة عصام أكرماوي مراسل بي بي سي عصام مرحبا بك أنت تتابع منذ ساعة ونصف منذ هذا الخلل في الكمبيوتر كل ما جرى لو تشرح لي والمشاهدين ما الذي جرى تحديدا في هذا الكمبيوتر المركزي توني أنت تعلم أن مطار هيثرو قد يكون أكثر المطارات في أوروبا وبالتأكيد أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما وحركة بالنسبة لإقلاع وهبوط الطائرات ما حصل اليوم أن هناك خطأ أو خلل في جهاز الكمبيوتر يسمى غليتش باللغة الإنجليزية أدى إلى تعطيل هذا الجهاز أو التشويش عليه سلطة المطارات طبعا عليها أن تتخذ الإجراءات للتأكد من سلامة الطائرات عند هبوطها وإقلاعها لذلك تم إغلاق المجال الجوي جزئيا في لندن وتم تحويل عدد من الرحلات القادمة والمغادرة إلى مطارات أخرى في إنجلترا كما ذكرت منها مطار منشستر وما هي الصور الآن نشاهد صور حية من مطار هيثرو الدولي وهو أعتقد من أكبر مطارات أوروبا بعد مطار فرانكفورت في ألمانيا لكن حركة الملاحة الجوية فيه عصام من أكثر المطارات ازدحاما في العالم يبدو أنها عادت إلى طبيعتها أم أنا مخطئ نعم ولكن كما تعلم توني هناك ما يصمى بالباكلوغ أن من أجل أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه إلى البرمجة السابقة قد يأخذ ساعات وربما أيام لأنه تم تأخير العديد من الرحلات فهذا يأخذ وقت لكي تصحح البرنامج الموجود لأنه عملية دقيقة جدا ومعقدة طلب الكثير من التركيز والانتباه لأنه سماء لندن مزدحم بالطائرات القادمة والمتجهة لذلك فعملية التصحيح هذه ستأخذ بعض الوقت وقد تأخذ أياما يتحدث عن التأخير الرحلات بشكل تراكمي هي تتكاثر وهي ليست بالعشرات عصام حقيقة إنما هي بالمئات لو تشرح للمشاهدين عصام حركة الازدحام في مطري هيترو وغاتويك في لندن قلت لي قبل بداية النشرة أنه تقريبا كل دقيقة ونصف أو دقيقتين تهبط طائرة في مطار هيترو وليس كذلك هذا يعطينا فكرة عن حجم هذا كما يسمى بالإنجليزية الترافيك أو التحليق في سماء لندن ليس كذلك صحية يعني مطار هيترو المعروف أنه يهبط أو يستخدم مطار هيترو حوالي 65 مليون مسافر سنويا حركة الطائرات باستمرار هناك حركة وازدحام في الجو وازدحام في الصلاة والمسافرين القادمين والمغادرين لذلك هذا الازدحام الآن هناك تكدس لأعداد كبيرة من الناس الذين لم يلحقوا بطائراتهم وعصام ربما المسافرون المعنيون في منطقتنا هم معنيون بمطارين تحديدا جاتويك وهيترو لأن طائرات من منطقة الخليج من الشرق الأوسط من شمال إفريقيا جميعها تستخدم هذين المطارين وبالتالي المسافرين من وإلى هذين المطارين عليهم أن يتوقعوا تأخير ليس كذلك نعم هناك تأخير ولكن كما قلنا الأمور في طريقها إلى أن تعود لمجرها الطبيعي لكن تستغرك بعض الوقت شكرا جزيلا لك زميلي في غرفة الأخبار عصام عكرماوي مراسل بي بي سي شكرا